أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسليمه 106 شاحنات من الهلال الأحمر المصري محملة بالمساعدات إضافة إلى 5 سيارات إسعاف من دولة الكويت عبر معبر رفح وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغضية ومستلزمات طبية وأدوية بذلك يصل عدد الشاحنات المستلمة منذ 21 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة إلى 756 شاحنة أي ما يعادل حوالي 39 شاحنة في اليوم الواحد بينما لم تسمح السلطات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الوقود حتى اللحظة